من الأمور اللي الهمة بخلاف اللقطات اللي حضركم شايفينها بخصوص مران الأهلي الأخير النهاردة كان فيه زيارة من الكابتن علي أبو جريشا طبعا نجم وأسطورة الإسماعيلية نجم فريق إسماعيل السابق وكمان الكابتن الكبير كابتن عماد سلمان هي دي اللقطات اللقطات مهمة جدا في الحقيقة والناس موجودين النهاردة واجتمعوا مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير القورة وانا المهمة بالنسبة لي في اللقطة دي أن دي بتعكس مدى العلاقات المميزة جدا جدا ما بين نادياي الأهلي والإسماعيل عكس اللي بيصوروا البعض احنا عارفين مين هم اللي بيحاولوا دايما يسوأوا العلاقة ما بين الأهلوية والإسماعيلوية أو ما بين نادياي الأهلي والإسماعيل علاقة ممتازة الناس موجودين بغض النظر هم موجودين عشان مثلا يكون لهم طلبات معينة في تدعيم صفوف الإسماعيل مساعدة الإسماعيل من قبل نادي الأهلي في تقوية صفوفه لأن إحنا عارفين الإسماعيل بيمر بأزمة هذا الموسم نتائج غير جيدة على الإطلاق وحاجة لا توليك طبعا بنادي كبير جدا جدا زي نادي الإسماعيلي أو ممكن تكون أسباب أخرى لسه نادي الأهلي ما أعلنش أو حتى نادي إسماعيل ما أعلنش لكن في حد ذاته تواجدهم اتنين بالأسماء الكبيرة دي ومن أساطيج نادي الإسماعيلي سواء كابتن عماد سليمان أو كابتن كبير كابتن علي أبو جريشا ده أمر جيد جدا جدا وأمر يعكس مدى العلاقات المميزة جدا ما بين الناديين وطبعا أكيد تابعوا بعض الدقائق من مران الأهلي الأخير اليوم استعدادا لبيراميدز وإحنا طبعا بنحاول نعايش حضراتكم الأجواء لحظة بلحظة من خلال هذه اللقطات الحصرية لقناة النادي الأهلي بكاميرا قناة النادي الأهلي واجتماع مع كابتن سعد عمفيز أعتقد استمر لأكتر من نص ساعة لم يكن أكتر كمان من كده واتكلموا في بعض الأمور الهمة جدا التي لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة لكن لو فيها أي جديد هنتكلم مع حضراتكم بالتفاصيل في الجزئية دي لكن خلينا نرجع كمان لمباراة الأهلي وبيراميدز بكرة واستعدادات النادي الأهلي عشان كده سريعا عايز نروح لزميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نتطمن من خلاله على فرقتنا قبل مباراة بكرة